أكدت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني نسرين البغدادي سعي المشاركين بالحوار نحو أعلاء المصلحة العليا للأسرة والمصلحة الفضلة للطفل تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأسرة المصرية وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق أشرت كذلك إلى أن العلاقة الزوجية تعد رابطة وثيقة بين الرجل والمرأة وأوضحت أن موضوعات الكد والسعاية بين الإشكالات الرئيسية التي يجب إيجاد مقترحات بشأنها للخروج بتوافق محدد